اشتركوا في القناة اشترككم هذه الطريقة اللي هي المكاثرة بالعقل بالتفاصيل علشان ننجح في التشتيل عن طريق العقل الموضوع في عدة جوانب لازم نراعيها ولكن بسيطة اول موضوع اللي هو متى احنا ممكن نقوم بعملية المكاثرة بالتشتيل احنا في جونة الحمد لله ان التشتيل او المكاثرة بالعقل يتصادف مع نفس موسم التقليم اللي هو من شهر ديسمبر الى تقريبا شهر فبراير فعندنا فترة جيدة انه ممكن نكاثر فيها بالعقل وهذه نفس هالفترة اللي يكون فيها الجو بارد وممكن نقلم اشجارنا حتى لو كان تقليم جائر لانه تكلمنا عن المكاثرة بالترقيد الهوائي واللي ما شاف الفيديو راح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة بالنسبة اللي راح يقلم غصن غصنين ما علي ممكن نستخدم الترقيد الهوائي ولكن لما انا عندي شيرة راح اقلمها تقليم جائر ورح احصل على اقلام كثيرة او اعواد كثيرة حاب اكاثرها الموضوع يصير مبعملي فاحتاج انه الجأ الى المكاثرة بالعقل فهذه وقت مناسب لما نسوي التقليم عندنا في البيت او في الحديقة او في المزارع او اي ان كان فترة التقليم اللي هي في الشتى تكون عادة من شهر ديسمبر الى شهر فبراير مثل ما ذكرت نفس هالفترة اللي ممكن انكاثر فيها بالعقل اللي عادة تكون الحرارة المثالية للمكاثرة بالعقل ما بين العشرين درجة مئوية الى الخمسة وعشرين درجة مئوية فهذه هي الحرارة الامثل عشان شكوي انتفادة العفن والفطريات اللي ممكن تصير لو الحرارة اجتازت الخمسة وعشرين ولما تنزل عن العشرين راح يصير فيه بطء في النمو وفيه نسبة النجاح لما اني حق موضوع اختيار الاقلام او العقل او الاغصان اللي راح نكاثرها نحتاج اننا ناخذ اغصان يكون عمرها سنة على الاقل يعني ما تكون اقل من سنة لان راح تكون خضرة وما تكون تخشبت يعني خلنا نقول الاقل على الاقل عشر الى 11 شهر هذه الحد الادنى انه يكون الغصن اللي راح نستخدمه اللي هو متخشب يكون ما يكون غصن اخضر لان العقل بالغصن الاخضر نسبة الفشل فيها اعلى ونسبة العفن فيها اعلى لانه بسبب المادة الخضرة الطرية فنختار اغصان تكون يعني السمك ما يكون جدا عالي لانه ولو انه فيه نسبة نجاح ممكن نحصلها مع الاغصان اللي تكون سميكة تاخذ وقت اكثر لانه الغصن اكبر واقدم فيحتاج وقت اكثر انه يجذر فالحجم المناسب اللي نحتاجه اللي هو يكون عادة يعني سمك قلم الرصاص او شوي امتن من قلم الرصاص يعني خلنا نقول سمك الصبع يعني سمك الصبع الصغير ورايح يعني ما يتجاوز سمك الابهام خلنا نقول ما بين الصبع الصغير الى الابهام هذه قاعدة زينة نختارها بين هذه الصبع والابهام يعني هذه الحجم المثالي خلنا بالنسبة إلى حفظ هذه الأقلام أو الأعواد لو قطعناها ومثلا كنا مثلا مسافرين أو خذناها من حديقة أحد وما راح نقدر نغرسها خلال نفس اليوم أو اليوم الثاني أو نحتاج أن نخليها إلى اليوم الثاني فكيف نحفظها؟ الموضوع بسيط نأخذ الأقلام طبعا لازم ننتبه وين الطرف الأسفل والطرف العلوي اللي أنا أسوي أن الطرف الأسفل أقطعه بشكل مستقيم والطرف العلوي أقصى بشكل مائل على أساس أعرف وين الطرف العلوي والطرف الأسفل لأنه لو زرعناها بالعكس ما راح تنجح فلازم ننتبه لهذا الموضوع اللي أنا أسوي عشان أحفظ الأقلام أني أأخذ مجرد كيس بلاستيك اللي هو يستخدم حق الأكل أو في الطبخ اللي له صكاك مثل هذه أنه يحكم ينصك بأحكام وأخليها في الرف العلوي في التلاجة موبلو فريزر في التلاجة أو في صندوق الخضروات اللي في أسفل التلاجة اللي يكون مغلق وفي نسبة رطوبة عالية الفكرة من هذه على أساس الأقصان والأعواد ما تجف وتحفظ رطوبتها وممكن نخليها لسبوع سبوعين ما في مشكلة بعد هالفترة شوي نسبة النجاح تبتدي تطل لأن الأقصان تبتدي تبعف فهذه طبيعي ولكن في حل لحفظ الأقصان يوم يومين أو ثلاثة مثل ما قلت يعني إلى حد سبوعين بالكثير في التلاجة بالذات هذه ينفعنا لو كنا مسافرين وحصلنا أقلام من أصناف مميزة وحابين نرجعها معانا هذه طريقة ممكن تساعدنا لأن في السفر جدا صعب نسوي عمليات الترقيد الهواي في المطار عموما ما رح يسمحون لنا أن ندخل نباتات بالتربة فهذه شيء ننتبه له جدا أقصان ممكن تطوف أي شيء في تربة شبه مستحيل لنا يطوف في المطار بالنسبة للأدوات اللي أحتاجها لمسألة المكافرة بالعقل طبعا أول أداء رح أحتاجها اللي هي المقص الزراعي عساس أقل قبل النظر كان هذه الحجم الحجم الأكبر أو حتى المنشار الزراعي اللي هي أداء قاطع الأقصان فنحتاج أداء عساس نقطع فيها الأقصان الشيء الثاني اللي أحتاجه ستشين أحتاج ستشين ورح أبين لكم السبب اللي أحتاج فيها الستشين ما تحتاج أن تكون ستشينة تركيب أو ستشينة متخصصة ستشينة صغيرة أي ستشين ممكن نستخدمها ولكن الشرط الأساسي في كل الأدوات اللي هو التعقيم بالكحول مثل ما تكلمنا في الفيديو اللي هو عن تعقيم وتنظيف الأدوات والمواد الزراعية واللي ما تشوف الفيديو راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة ممكن نرجع حق الفيديو دي ولكن أنا عقم الأدوات بالكحول بالذات في مسألة المكاثرة بالعقل لأنه ما أنا بننقل أمراض وفطريات وأي إصابات إلى هذه الأقصان لأنه هذه تعتبر جراحة إحنا قاعدين نسوي نفس الجراحة لهذه النباتات شيء آخر راح نحتاجه اللي هو الأصيص أنا أفضل هذه الأصيص اللي هو الترين هذه الترين ولكن اللي نفس نشوفها في مشاتل النباتات أو المشاتل اللي يستخدمونها ليش أفضل دي بعكس أي أصيص ثاني اللي هو لأنه إحنا راح نستخدم صندوق مثل دي على أساس انكاتر في النباتات هذه صندوق شريته من آيكيا في مثله كثير ولكن اللي يعجبني في دي الموديل أنه أولا لا عجلات معاه في عجلات من الداخل ممكن نغيرها أنه يتحرك بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة والشيء الثاني لما أحط الأصيص داخل عندي ما زال عندي ارتفاع تقريبا شبر إلى غطى الصندوق فعندي مساحة أن الغصن ممكن يكون طويل أيضا من الأشيء اللي راح أحتاجها اللي هو هرمون التجذير هل هو 100% أساسي؟ في البعض يقول لا ولكن أنا أنصح باستخدامه لأنه فعلا يعطي فارق في النتيجة يكثر من نسبة النجاح عندي في هذه المسألة إذا كان متوفر أنا أنصحكم بشدة أن تستخدمونا لأنه فعلا راح يساعدكم طبعا فيه أنواع كيموية وفيه أنواع عضوية والاختيار لكم طبعا الهرمون التجذير مجرد أن النبتة تجذر وتكبر خلاص مفعولة ينتهي وشبه يعني انتهى من وجوده لأن النبتة متصتة وكاثرة تجذورها بسببه يعني إني إلى نقطة مهمة والكثير يذكرها بشكل سريع أو بمرور الكرام ولكن هي فعلا مهمة ولازم نوقف ونتكلم عنها اللي هي الوسط اللي راح نزرع فيه التربة اللي راح نستخدمها اللي نزرع نكاثر فيها الأعواد هذي أنا أنصحكمه بشي من شيين يا أما الكوكوبيت أو البيتموس طبعا اثنين هم يكونوا مخلوطين مع كمية جيدة من البيرلايت إذا راح نستخدم البيتموس أنصح أن نستخدم كميات متساوية من البيتموس والبيرلايت عساس تكون جدا خفيفة لأن البيتموس فيه شوي من صفات التكدس بعكس الكوكوبيت الكوكوبيت أخف من البيتموس وفيه مسامات أفضل ويصرف الماء بشكل أفضل من البيتموس الحل أو الوسط الأمثل هو الكوكوبيت اللي ما يتوفر عنده أو غالي بالنسبة له ممكن يستخدم البيتموس مع البيرلايت اثنين هم مع البيرلايت ولكن البيتموس مع البيرلايت أكثر نبتعد 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 عن الكمبوست أو الرمل اللي مخلوط معه سماد بقري أو سماد عضوي هذه ما نستخدمها لأنه راح تسبب لي تعفن هذه المواد العضوية اللي في التربة من كومبوست أو أسمده حيوانية أو عضوية هذه راح تغذي البكتيريا وراح يصير فيه نشاط وراح تأثر على القلم راح تسبب تعفن في القلم والعقلة راح تبتدي تعفن وفطريات راح تبتدي تصير عندي وعفان والغصن راح يموت فهذه نبتعد عنها كل الابتعاد هذه جزء من الغلط اللي كان يصير معاي أنه أنا كنت أستخدم كومبوست مع بيرلايت في الماضي وكنت أفشل إلى أن اكتشفت أنه هذي هو شيء جدا غلط ولازم نبتعد عنه بالنسبة للري هل نحتاج نروي الأقلام؟ لا أول شي نسوي أنه لما نملأ الأصايص بالوسط أو بالتربة اللي راح نستخدمها مثل ما قلت إما الكوكوبيت أو البيتموس نرويها ري ونخلي الماء يتشرب ويطلع الماء الزايد يطلع وخلاص تكون ارتوات بعدها نحطها في الصندوق ونتركها خلاص ما راح تحتاج أي رأي في هذه الفترة إلى أن تجذر ما راح تحتاج رأي الحين راح أجرب معاكم الكاميرا وراح أبين لكم الطريقة اللي أتبعها في تجذير أو تجهيز هذه الأقلام وغرسها في هذه الأصايص حق المكاثرة وراح أبين لكم الطريقة اللي أسويها في هذه الصندوق وكيف الشكل النهائي وراح نتكلم على أمور تفصيلية أكثر بعد ما نوصل هذه المرحلة بالنسبة لعملية غرس الأغصى العملية بسيطة جدا مثل ما انتو تشايفين عندي هذه الغصن هذه الغصن تقريبا طولة خلنا نقول 20 سانتي تقريبا تقريبا 20 سانتي ومثل ما انتو تشايفين متخشب وفيه إخضرار معناته ليه الحين حي فاللي راح أسويه أخذ الستشين وهذه الستشين معقمة طبعا إنه مجرد أخذ مثلا عندي العقد أو البراعم فنشوف 1-2-3-4-5-6-7-8 ففيه عقد كثيرة وكل ما كانت العقد متقاربة أكثر معناته عقد أكثر راح تنزل في التربة أكثر وهذه يعطيني نسبة نجاح أكثر فإحنا نحتاج على الأقل على الأقل حد أدنى عقدة واحدة أو برعم واحد في التربة وبرعم واحد فوق لأنه برعم واحد راح ينتج جذور وبرعم الثاني راح ينتج النمو الخضري وراح أبين لكم مثال على هذي الشيء عندي هذي غصنتين هذي ما فيه إلا برعمين برعم واحد تحت في التربة والبرعم الثاني مثل ما أنتم تشايفين جذر هذي الغصن أو الشتلة هذي الحين كانت جزء من غصن ثاني لما غرسته كان يعني يعترض غطاء الصندوق فمجرد قطعت برعمين اللي هم هذي وغرستها من باب التجربة والحمد لله شتلت فالتين عموما التين من أسهل النباتات اللي نحن نكاثرها بالعقل بالذات المبتدئين أو اللي أول مرة يبتدون أنصحكم تبتدون بالتين لأنه راح يعطيكم نسبة نجاح ويبني الثقة عندكم والتعلمون فيه بشكل أسهل وأسرع ما نبتدي على طوله بشيء صعب مثلا الزيتون أو غيرها التين من أسهل ما يكون ابتدوا فيه هاي نصيحتي لكم نرجع حق الغصن نذي فاللي البعض يسوي وأنا متأكد أن انتم تشفتوا هالشيء في البعض شي سوي يشطف الغصن بهذه الطريق إنه يزيل قطعة ويكشف الكامبيم أو الجزء الأخضر من الغصن أنا ما أفضل أنا ما أقول غلط يصير ولكن اللي أفضل أسوي إنه مجرد بالستين عشان يكون واضح عندكم بالستين مجرد أسوي خطوط بهذه الطريقة أجرح الغصن وأطوف على البراعم أتأكد إنه أجرح البراعم بهذه الطريقة ثلاث أربع براعم حسب طول الغصن اللي عندي هذا يكفي أنا مجرد أجرح البراعم لأنه هي النقاط اللي راح تجذر عندي وأسهل على الجذور الخروج من هذه النقاط لأنه بين العقد ما راح تنتج جذور العقد هي اللي راح أو البراعم هي اللي راح تنتج للجذور بعدها اللي أسوي إني مجرد أخذ هرمون التجذير وأغرس أو أغطي الغصن به بهذه الطريقة وأزيل الزيادة ومجرد أغرس الغصن بهذه الطريقة راح أبين لكم طريقة الغرس بشكل مقرب أكثر طيب مثل ما احنا تشايفين نسوي إنا نفس الطريقة ومجرد راح أغرس الغصن نقطة مهمة لما نغرس الغصن مهم أنه نضغط التربة عليه على أساس يكون في ملامسة للتربة والشيء المهم أيضا أنه ما نغرس الغصن إلى أن يوصل إلى قاع الأصيص أصيص ما يضرب أسفل للأصيص يكون واصل لهني يعني ما في مشكلة بس لا يلامس الأسفل لأنه نحتاج الجذور تمد فنعطيه شوي مساحة راح أجهز كذا أصيص وراح ننتقل إلى الخطوة الثانية بنفس الطريقة نقطة مهمة لاحظتها لازم أذكرها لكم هنا اللي هي أنه نلاحظ مثلا هذه العود عندي أول برعم هنا هذه أول برعم فنلاحظ أنه عندي مساحة هنا ما فيها أي برعم أول برعم هنا فضروري أنه نحن نزيل هذه المساحة نخلي مسافة يعني خلنا نقول سانتي أو نص سانتي على أساس ما يكون هاي الخشب اللي ما في برعم مدفون تحت يبتدي يتعفن فهذه نقطة مهمة لازم ننتبه لها أيضا فمثل ما احنا تشايفين الحين داخل هذه الصندوق عندي ثمان أصايص وكل أصيص فيه عودين ما بشرط أن نحن نحط عودين في كل الأصيص ولكن من باب أنه تحسين فرصة النجاح في كل أصيص وذاني شيء صراحة ما كان عندي أصايص كفاية فاستخدمت اللي موجود وحتى نفس الشيء اللي سويته في التين حطيت اثنينه في كل أصيص مجرد بعد النقل لما يكبرون في أصيص أكبر والجذور تتكون وتصور قوية بعدين ممكن نفصل الشاتلتين فما في مشكلة فاللي راح أسويه الحين طبعا لازم أطلع الدبانة هذي إنه أخذ الغطة ومجرد بس أحط الغطة فوق بهذي الشكل ما أحتاج أسكها بطريقة محكمة جدا مجرد وجود الغطة بهذه الطريقة راح يحفظ النباتات وراح الرطوبة التم داخل حتى لو خلينا داخل البيت أنا عادة أخليه داخل البيت بصراحة في البعض يخليه في مكان مضلل في الحديقة أنا أفضل أخليه داخل البيت أبعيدا عن القطاوة اللي في الفريج أو أحد بالغلط يحرك الصندوق أو أي شيء فداخل البيت أأمن بالنسبة لي راح نشوف مع الوقت أو ثاني يوم حتى أو في نفس اليوم بعد ساعة يصير إن الرطوبة تبتدي تتكون داخل الصندوق بسبب الرطوبة اللي موجودة في الأصيص فراح تصير بيئة رطبة جدا داخل هذي الصندوق بالنسبة للمدة هذي سؤال جدا مهم إش كثر وقت راح ياخذ إلى إن أبتدي أشوف نتائج نقول تقريبا ما بين الثلاثة سابيع إلى الشهر بنشوف نتائج إن شاء الله بهذه الطريقة نشوف إنه في بعض النموات وبعض البراعم الخضرة لو في حالة إنه لاحظنا إنه في فطريات أو في تعفن قاعد يصير ممكن إنه بس نفتح الغطة بشكل بسيط جدا يعني من الطرف نفتح شوي يعني بس إنه نفتح بهذه الطريقة نخلي شيء إنه يخلي فيه فتحة تهوية عساس نقلل نسبة الرطوبة اللي قاعدة تغذي هذه العفن أو الفطريات نخلي لو خليناه في الحديقة نخلي الصندوق بعيد عن الشمس لأن الشمس راح مع الاحتباس الحرار اللي راح يصير داخل مع تعرضها للشمس راح تنشوي الأغصان وراح تموت فنبتعد عن الشمس نخليه في مكان مضلل حتى داخل البيت تكون في مكان يعني مضلل ولو في شوية إضاءة ما في مشكلة يعني لما نبتدي نشوف البراعم والنموات وتبتدي تكبر وتطلع أوراق اللي نسويه مثل ما ذكرت إنه نفتح من الطرفين عساس يصير فيه تهوية وراح أبين لكم الطريقة من الجنب تكون أوضح لما نشوف البراعم والنموات ابتدت تخضر وصار في بعض الأوراق بدأت تتبين الحين لازم شوي شوي ننقل النبتة إلى بيئة مئة بالمئة رطوبة إلى بيئة شوي شوي نهيئها إنه تخرج للخارج فهذه مهم جدا إنه نتدرج فيها على أساس إنه ما نصدم النبتة لو على طول كشفنا النباتات وطلعناها للخارج راح تجف وراح تموت هذي أكيد فاللي نسويه إنه نفتح نحط شي بس بهذه الطريقة إنه يسوي لي مسام يعني شي بسيط هني وصوب الثاني الجهة الثانية عصاص يخلق لي مسام يوم يومين بعدين نزيد الفتحة يوم يومين بعدين نزيد الفتحة نرفع بعدها ممكن نفتح أكثر وأكثر وأكثر إلى إن يعني في سبوع نكشفها بالكامل وبعدين نهيئها للخروج إلى الخارج لما ننقلها للخارج نحطها في مكان مضلل بعدين شوي شوي نبتدي نزيد الشمس عليها لأنه ولونها أغصان متخشبة نقاملها معاملة نبتة يديدة ومثل الشخص مثل ما قلت لكم اللي سوى عملية جراحة الله يكافي الشارع عننا وعنكم محتاج يتعافى بالتدرج إلى أن يتقوى ويتأسس بعدها ممكن نقاملها كنبتة كاملة وقوية ونغذي ونسمد فأتمنى أن استفدتم من هذا الموضوع اللي مهم جدا أننا كمزارعين أو هوات زراعة في البيت في الحديقة أو في المزارع نعرف هذا الموضوع ونستخدمه أيضا لأن التقليم يعطينا أغصان كثيرة حرام أنها تنقط ممكن نكاثرها إلى أشجار نعطيها للأصدقاء أو نزرعها في أماكن عامة أو نبيعها حتى حرام أن هذه أشجار تنرمي في الكمبوست أو حتى في الزبالة الله يأزكم فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص موضوع العقل أو المكاثرة بالعقل ممكن يتركه في قسم التعليقات أو أي موضوع ثاني حتى وراح إن شاء الله أحاول أجاوب أسئلتكم بسرعة وقت ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الياي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر